ترجمة نانسي قنقر 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 تنمي في القلب القرب والصية بين العبد وبين الرجل كل الأسماء لا شك تؤدي هذا المعنى لكن هناك أسماء لهذا المعنى أقرب وأمسك تجذب الخلود إلى معرفة علام المرور وإلى حب وسنبدأ بما بدأ به الله عز وجل سنبدأ بما بدأ به الله والله سبحانه وتعالى قد ابتدأ بثلاثة أسماء من أسماء في سورة الفاتحة وسورة الفاتحة هي أم الكتاب كما سماها ربنا سبحانه وتعالى ووصفها الحبيب عليه الصلاة والسلام بذلك سورة الفاتحة نقرأها في كل ركع قال عنها الحبيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية لمن لم يقرأ بأم الكتاب وهي السبب المتاني السبع المتاني هي سورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم مطلعها وهي آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم آية لا خلاص للأهل العلم في أنها آية من القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلم علي ويكون مسلمين إنما الخلافة هي آية من فاتحة عن الله لكن من القرآن هي آية والإسلام علمنا أن نبدأ أعمالنا كلها عظيمها وخطيرة كبيرها وصغيرها أن نبدأها بسم الله حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمر في باله لا يبدأ ببسم الله فهو لا أكثر أي لا بركة فيه لا بركة فيه علمنا إذا قمنا من النم أو ذهبنا إلى النم خرجنا من البيت أو دخلنا أكلنا أو شررنا ذهبنا إلى المسجد أو خرجنا أن نبدأ بسم الله بسم الله الرحيم الرحيم ولاحظ أن أول أسماء لله لفظ جلالة أفواه ثم الرحمن ثم الرحيم ولذلك سنبدأ بما بدأ به الله للفظ الجلالة اللفظ العظيم الحبيب إلى القلوب اللفظ الذي لا يلحم فيه أحد انظر للطفق الصغير الذي لا يعرف أن يجبع كلمة وحلافة كله الله سيقولها سهلة وحروفها لينة انت بأعجمه ونطقه الشهادة ونطقه الشهادة وعرف لفظ الجلالة كيف يخرج المنفلح كانت اليوم جاءت أختي بتعلم الشهادة من بلادي أريد لها أريد لها أن يمحى أن يرثل للإسلام عاشت تحت الإنحاد والشيوعية عقودا من الزمن لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعود أهلها إلى الشقرة وأن يعود كثير كثير منه إلى الإسلام إلى رسول أجداده فعندما كنت لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني محمد رسول الله لفظ الجلالة يخرج كما يخرج من الإنسان الذي تعمد عن يقوله ليلة نهار قد تخرج كلمة أشهد يعني غير فصيحة شيئا ما لكن كلمتان كلمتان فصيحتان الله لفظ الجلالة ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وصدقه لذلك هذه الكلمة هي كلمة التوحيد بكل ما يتحمل من معاني كلمة التوحيد من قال لا إله إلا الله دخل الجلالة من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجلالة توحيد الله والتوحيد هو الأساس الذي قام عليه الإسلام الأساس الذي نعطى الله من أجيه الأنبياء والمسلين توحيد الله ولذلك كانت سورة كل هو الله أحد تحين هذا الأصل في طياتها قل هو من الله أعد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفو الأحد الأحد هو الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده الأحد هو المتفرد جل في علاه المتفرد بالخط المتفرد في الوجود المتفرد فيه كل شيء فلا مثيل له جل في علاه أما الصمت فالذي تنفع إليه الحوائل يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد من عبيده جل العاة الناس كلهم فقراء ليس الناس بل الغلب بل الدنيا كأسرها إليه فقيرة يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الظليد الحميد مهما أملأت فأنت لغيرك محيات مهما كنت لا تستطيع أن تستمع عن الناس لا تستطيع أن تستمع عن من حولك لا تستطيع أن تستمع عن من حولك بل قد تأسنك حادة بسيطة تحتاجها من الناس فتتمنى أن لو ينت كل ما تنه من أجل هذه حادة بسيطة قد تراها شيء لقيمتها قال رجل لهارون يوما يا هارون أعيت لو بلغ بك الظنة المدلعة فاحتجت إلى كوب من الماء كوب من الماء لتشعر ولم تجد حولك وجاء من يقول له كوب الماء بنصف ملك أنا مستعد أن أصبيرك لكن هذا الكوب الذي عندي قيمته نصف الملك هل تعرف كم كان ملك هارون هل تعرف ملك هارون كان لا تغير عنه الشمس أبدا أبدا معنى لا تغير عن الشمس ها؟ يعني إن تبدو انتداماً لا يمكن تتخيله حتى إنه كان إذا رأى سحابة في السماء إذا رأى سحابة قال لها أمتلي هنا أمتلي في أي مكان من الأرض فسوف ياتيني خراجك في أي مكان نزلتي الخير الذي سيعم سيأتيني منه نصيفي فقال له الوجو أكنت تشتري كوب الماء برصف ملكك؟ قال نعم وإن لمت ما هذا أصنع؟ كوب ماء برصف؟ قال أشتريك؟ قال أرأيت إن شربت إن شربت هذا الكوب فاحتب سياء ولم يخرج بحثت عن طبيب فلم تدف فجاءك الطبيب وقال يا خليفة المسلمين بنصر ملكك أداوين بنصر الملك أداوين أخرج لك هذا الكوب من بطني بنصر الملك أكنت تفعل؟ قال نعم وإنها قال يا خليفة المسلمين لا خير في ملك لأنساء شربة ماء ولا بولة الملك كل في ماته شربة ماء وأولة قال لا خير في ملك حاجاتك إلى الناس وإلى الغد وإلى الكر من حوله أما الله جل في عناه فلا يحتاج لأحد من عبيده قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد الله قل وذل الوجود وما حول الله قل وذل الوجود وما حول فالكل دون الله فالكل دون الله الله قل وذل الوجود وما حول إن كنت متادا قلوغ كماني فالكل دون الله عالم العالم التفصيل والإجمال وكل دون الله أما الله سبحانه وتعالى فهو الذات الذات الذي لا متين لها الله أما الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة العظيمة هي كلمة الإخلاص هذه الكلمة العظيمة هي الكلمة الطيبة التي ذكرها الله جل في عياء في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصفها ثالث وفرعها في السماء تمتِر كلها أكل لحيم إبن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون قال العلماء الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد لماذا؟ لأنك حينما تعيش هذه الكلمة وحينما تأحيا بها ستتجدر فيك معاني الخير معاني الرحمة كل معاني الجلال والكمال كالشجرة حينما تتجدر في الأرض فتخرج فروعها بالخير والنعيم والثمار الطيبة وما يفيد الناس كمثل شجرة طيبة أصفها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل لحيم بإذن ربه هكذا المؤمن هكذا المسلم مع كلمة التوحيد ومع كلمة الإخلاص ومع كلمة الطيبة وهي الكلمة السواء كلمة السواء التي لا أجال فيها كلمة الحق كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كلمة السواء التي ندر إليها على إيرانا نحن لا ندر ويرانا إلى دنيا فالدنيا لعباد الله ومجد عباد الله الدنيا يؤتيها الله لمن يحب ومن لا من يحب كل النوم هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا يروى أن وجل جاء يسأل خليل محمد إبراهيم يسأله صدقه فقال له الخمين هل أنت موحد بله؟ هل أنت مسكد؟ قال لا قال انها كيف أعطيك وأنت كافر بالآل ونشركم به؟ لا أعطيك والله من عطاء الله اذهب فأرسل الله إلى إبراهيم الملك ليقول له إيها إبراهيم هذا الرجل بالا من العمر الكيت وكيت وهو منها كافر مشرك عنه ونحن نعطيه ونرزقه ونمده وما سألناه يوم أن يؤمن به أبداً ما شرفنا عليه إيمان أي اسألك مرة واحدة يا إبراهيم اسألك مرة واحدة فتشارك عليه لا يا إبراهيم اذهب فاعته من نفكنا إن هذا لنفكنا ما له من نفاة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محفورا ولذلك لما قال إبراهيم ورقنا وارزقهم من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ربنا لقليل ومن كفر أي سنع في أيضا من كفر سيدنا إبراهيم اشترق ربنا وارزقكم من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر فقال الله له ومن كفر سمتين لكن هذه الدنيا كلها متاع الدنيا أقل المصر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أططره إلى عذاب الله ومن ثم نصر ثم أططره إلى عذاب النار فنحن لا نراحبين كلا دنيا ولا نراحب إلى شيء من هذه الحياة الثانية الزائلة إنما نحن ندرم الناس بما لعبهم حبيب محمد صلى الله عليه وسلم قلوا كلمة 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 هكذا كان من يقول له يقول للقرينش والمعراء ويقول لليهود في المدينة ويقول للأوث والخضر جناك ولكل نفوذ التي تاتيه كونوا كلمة قال لعلمه يا عماك كن كلمة ما هي الكلمة هذه؟ هي الكلمة السواء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ميننا ولينا إلى كلمة إلى كلمة ليس إلى جبلة وليس إلى كتاب وليس إلى إنما هي كلمة لكن هذه الكلمة وراها الخير كله وراها الباكة كلها قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء ميننا ولينا ما هي هذه الكلمة؟ أن لا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله هو واحد من تفرد العباد ولا يتخذ بعضها بعضا أربابا من دون الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أبدا أبدا الشر شيئا أبدا الشر نعوذ بالله منه ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شدوا بأنه استمروا هذه الكلمة العظيمة تكررت في القرآن الكريم ما يزيد على ألفين وسبعمائة مرة تكررت في القرآن ما يزيد على ألفين وسبعمائة مرة لغز الجلالة الله وهو أن رب الله لا يسمى به غير الجلالة قلوا الله أودع الرحمن لما قال وما الرحمن أن أسجد لما تقمرنا وزاده المشورة وإذا أكل لهم السر للرحيان قال وما الرحمن لا 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 معنام يعرفون 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 بعض المعيشة لكن الكبن المعاليات المعالية والعياد كلها الترفع غضة القلوب لم يتدوقوا الصلة بينهم وبينهم كان يعبدوه عبادة القشور كما ينسمي أكلمان عبادة القشور هم لا يعرفونها ولذلك كثير من الناس في عبادته مع ربه وفي صلة كثير من الناس فقط لكن الجوارح والقل والجناد لا يعرف لا يعرف شيء قال الله الرحمن ألم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلاة وليس ألتا من خلق السبوات والأرض وسطر الشمس والقمر لا يقولون الله هم يعرفون ألم يقولوا حينما كان النبي يدعوهم إلى تنفيذ الله وحده لا أحد سواه ولا شريك معه كان يقولون يا رحمة ما يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا راح يومنا أقولهم واسطة كيف تصل إلى الله مباشرة ومباشرة تصل إلى الله مباشرة لا لا هذا شيء كبير بعض الجهلة لازالوا من الأسف من التسمين إلى الإسلام يحللون بعض هذه الكلمات ها؟ يقول لك كيف أكرر على ربي أنت تصيح أن ينتظر على الوزير والوزير لا لا تنفع إلا والعلام بالله هذا ضعف في الإيمان عالم معرفة بالله اللهم تحدث عن علاقاته بينها وبين عبده وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا شوفوا لاحظوا أنت تقرأ القرآن ستطلحظ شيء عديد طلح شيء عديد الصحابة كانوا يسألون للنبي فيجيبه يسألونك ماذا ينفكون فالله يقول له قل العفو لا يكون له العفو مباشرة لا يجيب معنما يقول له قل العفو يسألونك عن الشارع الحرام قتال فيه قل قتال فيه كهي قل سألونك عن الخار والميسم قل فيهما إثم كبير ومنافر يسألونك عن المحيد قل هو هذا فاعتزل النساء في المحيد ولا تقامل لكن حينما جئ عن العلاقة الصلة بينك وبين الله حدث كلمة كل هذه لأنها ستجد مسافة والله لا يريد أن يكون بينك وبينه أعد وصفا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ألفات اللغة كما يقولوا مشايق الأهل اللغة العربية تفيد التلتيب والتعقيد فإني قريب لم تأتي وإذا سألك عبادي عني قل لهم إني قريب لأن كلهم لا يستأخذ مسافة وليس بين العرب وبين الرب شيء حاجب ونحن أقرأ إليه من حق الوليد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعم فليستجير الوليد وليؤمن بي لعله من فيه قريب كانوا يعرفون يعرفون الله حق معرفة لك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ينحدون ينحدون يعرفون الحق يعرفونك فهناك من لا يعرف الله إلا باللسان لا يعرفه إلا باللسان لكن لو عرفه بالقلب والجوال لو تذوق حلاوة الإيمان لقال ألا ليت الذي بيني وبينك عامور وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحمي والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إذا الوجد صح منك فالكل هليم وكل الذي فوق التراب التراب لن يبحث العبد إلا عن الوجد والحب والصلة التي بينها وبين الله عز وجل ولذلك أطار عز وجل قال قال إذا تولى الناس ولم يقبلوا عليه وأعرضوا ارتدوا عن دين الله هذا الأمر لا يحبك شيئاً في كون الله من يبتد منكم عن دينه من يبتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله يحبهن ويحبهن يحبهن هذه العلاق هكذا يريد ربك منه هكذا يريد الله أن تتعامل معه تعامل المحب لحبيبه تعامل المحب حينما تتذوق هذه الحلاوة سيهون عليك كل شيء عش مع رفض الجلالة مع اسم الله الأعظم كما ذهب إلى ذلك كثير كثير من أهل العلم أن اسم الله الأعظم في لفض الجلالة اللف الذي إذا ناديته به على أي حال يا الله اللهم كما جاء في السنة يبقى هذا الاسم حتى إذا أردت أن تحدث منه حرفاً لا يتغير المعنى أبداً إذا حدفت الألف الأوله قلت لله ما في السماوات وما في القرط وإذا حدفت الألف والله قلت له ما في السماوات وما في القرط فهذه الكلمة العظيمة الحبيبة إلى قلوب النفس هذه الكلمة التي ترقق القلوب وتشعرها الأبدان عش معها اعلم أن الله جد على من أسمائه الكثيرة التي تغلث في القلب الرغبة والرهبة والخاشية بسم الله الأعظم الله الله يورث في القلب إلى جنب ذلك الحب الحب لله في تعالى أحب الله لما ينظركم به من النعم لنعم الله لأن إنسانا أسدل إليك معروفا أي معروفا ستحمل له هذا المعروف ما عيد خاصة لو كان هذا المعروف يعني ذا قيمة لن تنسى معروفه عليك أبدا ولن تنسى أيادها بل ستقول كما قال الشاعر له أياد علي أعد منها ولا أعدلها فما بالك بنعم الله عليك التي قال الله عنها وإن تعدوا نعمة الله لاحظ لم يكن نعمة الرحمن نعمة الرحيم نعمة الملك القدوس إنما جاء بنفذ الجلال وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها ألا يستحق هذا اللف أن تعيش به ذاكرا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله تذكر من موجبات حبك لا؟ أن تذكر اذكر الله ذكرا كثيرا تذكر الله ذكرا كثيرا من موجبات هذا اللف أن تستغفره استغفر الله العظيمة كما جاء في الحديث الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأدب إليه تستغفره بين ذكرك لله لهم لهم وبين استغفارك لله سيكون فراغك إليه ففره إلى الله أذكر أني بكرت على هذا اللغة من قبل قوله أحد الصالحين لو خفت من أحد فررت منه لو خفت من أحد فررت منه لكن حين إنما تخاف من الله تفره إليه لأنك تحب وهو يحب يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفي فتنفعون يا عبادي لو أن أولكم وأخراكم وإنستكم وجهه لكم ABU ما زاد ذلك بесь ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخراكم وإنستكم وجهدكم كانوا على أفزال قبل رجل واحد ما أقصى ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم ووفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ينمن إلا الله تسرف في معصيتك وتسرف في مبارزتك ومع ذلك يقول لك قل يا عبادي أنت دين أصرفوا على أنفسك لا تقنطوا من رحمة الله لما أن الله يغفر الذنوب الجميع إن الله يغفر الذنوب الجميع سأل الله أن يغفر ذنوبنا وإصرافنا في عمرنا وأن يجعلنا غياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاشرات وأن يغفر لنا إنه سبحانه وتعالى غفار الذنوب سبتار العيوم أقولوا ما سمعتم خير وأسلاف الله العظيم الجليل لي ولكم وتوبوا للغي جميع أيها المنمون العالمين نعمة المسدى والسراد المنير سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين سيدنا حبيبنا محمد وشروا لا إله إلا الله ورحمة الله شريك له وشروا أن محمد عبد الله ورسوله الله مصدع على محمد وعلى آل محمد كما صليت تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين أهل من نتحنين الله منع جمعنا هذا جمعنا واجعل تفرقنا من بعد عين تفرقنا معصومة الله ما لا تجع فينا ولا مننا ولا بينا أشقينا ولا محمون الله ما أهاتف نفوسنا تقواها زكي série ربي أنتا خير من زكاه أنت ولي بها رممنا الله مقلنا ولا تده علينا أثرنا ولا تؤثن علينا الله مرحمتك عمنا و común شر ما أهمنا وعلى الإيمان تغفىreshold وانتراضي عننا اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقوا بكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء منفعليك به واجعل تدميره وفي تدميره شت تشنه وفر الجمعة وخر الديارة وأن فيهم آية من آياته إنهم لا يرجزونه يا رحم الراحمين ربنا هلئ لنا من أمر لا رشده واجعلنا من عبيدك الصعداء وأقل الصلاة اشتركوا في القناة